الإمارات تدفع بالأوضاع في جنوب البلاد نحو حرب جديدة يأتي ذلك على وقع الانسحاب المفاجئ للقوات السودانية من ميناء تصدير الغاز الطبيعي المسال في بلحاف ومعسكر العلم شرق مدينة عتاق وتسليمهما لقوات تابعة للنخبة الشبوانية المناهضة للحكومة الشرعية في هذين الموقعين تمركزت القوات السودانية منذ العشرين من مايو أنيار 2017 بعدد يصل إلى 800 جندي وضابط إلى جانب عدد محدود من القوات الإماراتية والهدف هو سيطرة على المنشآت النفطية والغازية التي تعد محور الصراع الدائر حاليا بين الانفصاليين المدعومين من الإمارات والسلطة الشرعية المدعومة ظاهريا من التحالف بقيادة السعودية الأنباء الواردة من شبوى ونقلا عن مسؤول محليا بالمحافظة تفيد بأن القوات السودانية المتمركزة في معسكرية العلم وبالحاف غادرت صباح الثلاثاء إلى معسكر الريام بمدينة المكلة محافظة حضر موت وأن قوات من النخبة الشبوانية حلت محلها بعد أن أحيطت السلطة المحلية علما من قبل التحالف بخروج قوة من المعسكرين وحتى اللحظة لا تتوفر معلومات بشأن ما إذا كان التحالف قد أخطر الحكومة الشرعية التي وقعت اتفاق الرياض بالترتيبات اللاحقة لانسحاب القوات السودانية والإماراتية والتي تتناقض مع هذا الاتفاق لكونها مكنت قوات متمردة من السيطرة على منشآت وموارد سيادية الحرب على بعد خطوة من المناطق المحفوفة بالقلق والتوتر لمحافظات عدن وأبيا وشبوى في ظل الضبابية التي تكتنف اتفاق الرياض على الرغم من فرص تحقيق تقدم في تطبيقه والتي بشر بها رئيس الوزراء السابق ومستشار رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عبد بن دغر في أحدث تغريداته بن دغر الذي يرأس فريقا مكلفا بوضع خطة لتنفيذ بنود اتفاق الرياض أكد أنه ليس لدى الجميع سوى خيار الالتزام بما تم الاتفاق عليه وبالتزامن بين المسارين السياسي والعسكري الأمني بن دغر أوضح أنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على خطة تتضمن عودة القوات وانسحابات متبادلة وتموضع جديد وسحب للسلاح التقيل والمتوسط وتعين محافظ ومدير أمن جديدين لمحافظة عدن وتمكين لقوات الأمن من السيطرة الأمنية وأن الخطة تنفذ بإشراف وتوجيهات مباشرة من الرئيس هادي والقيادة السعودية وقيادة الانتقال غير أن بن دغر يراهن بشأن نجاح ما يمكن اعتبارها أحدث نسخة من اتفاق الرياض لا على الإرادة السياسية للأطراف بل على دعم أبناء عدن وأبين ولحج والضالع وعلى وعي وطني يمني ينمو مع الأيام بأهمية السلام في عدن والمناطق المحررة وهو تعويم لن يحصن الاتفاق من الفشل